الرحلة الحلوة اللي حصلت للاعبين المصريين في الخارج كان عندنا رحلة أخرى وهي رحلة لم تكتمل لإبراهيم عادل إلى إسبانيا وتحديدا ختافة اللي بيلعب في الدوري الإسباني الممتاز لليجة الرحلة كانت مدتها أيام قليلة جدا ونهايتها كانت يوم 28 أو 29 من الشهر المنقضي اللي هو شهر أغسطس كل شهر وانتم طيبين ولكنها لم تكتمل قصة إبراهيم عادل طبعا كانت مبهرة إنك بتنتقل من مصر إلى إسبانيا مباشرة تتكلم في أقوى أو أحد أقوى الدوريات العالمية لفريق بيلعب وليه تاريخ في الدوري الإسباني بديل كان رائعا بالنظر لأنه كان 300 ألف بحسب ما اطلعنا على العقود أو العروض المرسلة من ختافي إلى بيرامدز اطلعنا عليها بشكل واضح لكن مش هننشرها تبقى لطلب المصدر كانت عبارة عن 300 ألف يورو إعارة في الأول رفضة فتحولت إلى 375 ألف يورو إعارة رفضة فتحولت بالعرض النهاي إلى 500 ألف يورو إعارة ده إلى جانب حقية الشراء لكن بطلب النادي الإسباني أن هي تتحول إلى 2.5 مليون دولار إذا أرادوا شراء إبراهيم عادل اللي أنت وأنا وغيرنا واثقين أنه كان قادرا على التقلق وتحويل الإعارة إلى بيع إلى جانب 50% نسبة إعادة بيع رقم كبير جدا ما شفتهوش خالص 50% إعادة بيع ده يعني بالميت لو اتبع بـ 4 مليون فبيراميز دي كان هياخد غير الـ 2.5 اتنين تانين لو اتبع بـ 6 وده بداية الأرقام المنطقية من إسبانيا إلى أي فريق تاني للاعب عنده 23 سنة كان هياخد بيراميز 3 مع الـ 2.5 غير الـ 0.5 مليون الإعارة أدي كام تتكلم في أرقام بتعلى بتعلى وهتبقى تاريخية فعلا فجأة رفض كل شيء والملاك الإماراتيون في بيراميز قرروا إغلاق الصفحة قبل ما اللاعب يكتب حسبي الله ونعم الوكيل إعلانا لانتهاء الصفقة بغلق باب الانتقالات في إسبانيا ثم مبارح وكيل اللاعبين الشهير الكابتن أو الأستاذ المحامي أحمد عباس طلع مع زميلي الدكتور إهاب الكومي هنا في البرنامج وتكلم كوكيل الصفقة على أن الصفقة بازت بسبب بعض التدخلات ووجود بعض الوكلاء اللي فرضهم نادي بيراميز بيراميز من جانبه نفى لنا هذا الأمر وقال لنا أنه قادل عروضة هالرسمية وما كانش فيها اسم المحامي الأستاذ أحمد عباس وقال لنا كمان أنه القصة بحسب معلوماتنا إحنا الواردة إلينا هي أن الملاك في الإمارات متضايقين من أسلوب إبراهيم عادل في التعامل مع النادي في الأشهر الماضية بداية من قصة المنتخب الأولمبي وعدم اللاعب ضد الأهلي في الدوري ومرورا بأنه مشي من غير ما يتكلم ومرورا بأنه خد أجازة قبل ما تشين سيمي فاينال وفاينال كاس مصر لكن اللاعب ده هي كانت صفقة مهمة جدا لي ولبيراميدز عدم إتمامها ربما أتمنى أنها تكون تأخير فقط لشهر يناير المقبل لكن الأستاذ أحمد عباس لما تكلم ذكر ضمن حديثه وكيد اللاعبين الآخر الشهير عمر ناجي